منذ الوهلة الأولى لانتشار وباء كورونا المستجد، لم تتدخر ملاكات شعبة صيانة المولدات الخارجية في العتبة العباسية المقدسة جهداً من أجل تقديم الخدمات التي تخص التعفير والتعقيم، إذ عمل منتسبوها كخلية نحل بالتنسيق مع شعبة الشؤون الطبية والجهات ذات العلاقة في العتبة المطخرة لمواجهة ودحر خطر الإصابة بفيروس كورونا. منذ بداية ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد، تعلموا أن العتبة العباسية المقدسة استنفرت كامل طاقاتها وجهودها لغرض الحد من تفشي هذا الفيروس الخطير، فوجهت كل أقسام العتبة بأعمال تدرون تباكوا لأنشأة المستشفيات والتعفير وبعض التوجيهات أصدروها، فخلية عمل متكاملة صارت داخل العتبة. من ضمن هذه الخلية، نحن خلية التعفير التي تابعة شعبة المولدات الخارجية. الحملة التي تكرر على المناطق التي يتم تعفيرها من خلالهم كل ثمانية أيام، منظمة في جدول أليكتروني يحتوي على قاعدة بيانات متكاملة، توجد فيها أسماء الأماكن التي تم تعفيرها مع كمية ونوع التعقيم المستخدم. حسب توجيهات الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، لحد من انتشار فيروس كارونة، قمنا بتعفير باب الخان وشارع العباس وشارع باب بغداد. مبادرة أخرى تقدمها العتبة العباسية المقدسة من خلال شعبة المولدات الخارجية التابعة لها، تنضوي ضمن حملتها لحماية المجتمع من وباء كورونا، ألا وهي تعفير المناطق والأماكن التي يكثر فيها تواجد الناس والزائرين. ترجمة نانسي قنقر